أعطي بيتي وهدوه في 2017 2017 قبل 2014 ووضعنا صعب يعني أنت عارف الدنيا مطر يعني هسا وبرد بس الهلال الأحمر جبلنا خيمة ما بعرف لحد الآن إيش بصير يعني بدك تبني محلو يمكن كمان صعب هلها هسا يمكن يجي كمان يهدموا البيت تأثير نفسي كثير صار يعني صار عندي صداع شديد طبعاً أنا ورجلي صاروا يوجعوني يعني يعني لما شفت الشوفي هاي زي هيك يعني ومرتي نفس الإشي يعني صابها صداع شديد وألم أنا اسمي أحمد مرعي عيد باني عودة من منطقة الجفق باشت المزارع أنا بنيت البيت هذا من مدة ثلاثة سنين يعني طبعاً البيت بدك تبني توقف بيت بده يأخذ معك وقت بدك تشتغل بتفاجأة في سبعة شهار الجيش واكفين هون والجرفات وبقولوا بدنا نهدم البيت تبعك طلب الغراد معهم عمال وباشر طلب الغراد وباشروا فهدم البيت طبعاً إحنا قبل الاحتلال إحنا ما وجدين هون من قبل السبعة وستين يعني أنا أبوي سر له ثلاثة وخمسين سنة ساكن هون في المنطقة أول إنسان وبسكن هون في المنطقة أولادي طبعاً مش حابين يظلوا هون يعني بعد البيت والهدم مش حابين يظلوا ما بعرف بيحكوا بالروحة مطرح ثاني طبعاً أولادي بيضلوا عندي بيكونوا أحسن بيكون بيدير بالي عليهم بدنا وقت هسا لما نرجع قوتنا ونستعيد حالنا بدنا وقت طويل يعني هسا اشتركوا في القناة